السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وتجهيز تسع مواد غذائية وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون ننفي ما تداوله بشأن الموافقة على تثبيث البطاقة الغذائية براتب 30 ألف دينار عراقي للنفر الواحد اضافة الى تجهيز تسع مواد غذائية في البطاقة وهذه الانباع عارية عن الصحة واضافة انه لم تصدر اي بطاقة جديدة او تعليمات بشأن آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية مبينا ان الهدف من نشر الاخبار الكاذبة هو اثارة الفوضى فقط فقد اكد اننا نتطلع الى استراتيجية جديدة تضمن وصول المواد الغذائية للعوائل التي تقع تحت خط الفقر والمشمولة في الحماية الاجتماعية وبقية الفئات المشمولة في البطاقة التموينية مشيرا الى اننا نعمل باتجاهات متعددة مع جهات مختلفة وذلك بهدف ايجاد آليات لضمان تجهيز المفردات واستقرار عمليات تجهيز المفردات الغذائية ترجمة نانسي قنقر